اشتركوا في القناة التحدث عمرك سألت نفسك ازاي تتكلم كويس ازاي ما تيجي تتكلم ما تكونش بتجلج ولا عارف تقول اي كلمة ومش من جواك مش مستريح طب هل انت عندك حصول كلمات كويسة يخلك تتكلم طيب حتى لو ما عندكش ازاي تعمل ده طب خليكو اقولوكم اجابة سؤالي ان هو ازاي تتكلم كويس هو ان انت تتكلم ان انت تفتح بوقك وتتكلم انجليش وما تخافش هو ده اللي هيخليك تتطور متفضلش قاعد تذاكر ورع وقلم grammar 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 او حتى بتحفز كلمات بورع وقلم وبعد كده تتوقع ان انت هتتكلم كويس اكيد لا لازم تبدأ تتحرك وتتكلم مع الناس وعلى فكرة حجة ناس كتيرة قوي ان هي ما بدأتش ان هي ما عندهش حد تتكلم معاه في الفيديو ده هنعرف طرق بديلة وازاي تتكلم مع حد يلا بينا اولا كده انا بتعلم انجليش ما كنتش بتتكلم مع اي حد خالص بس يعني كنت بتتكلم ساعات مع اخوي عشان هو كان برضو قوي في الانجليش بس الفكرة ان احنا كنا برضو في ناس بتشتغل ونس مش عارف ايه فمكننش دايما موجودين لبعض وقلينا من نتكلم ده معنا ايه ان احنا انا ما عندناش حد نتكلم معاه لازم نشوف طرق بديلة وندوس ونتكلم كتير 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 ناس كتير بينها وبين نفسها بتقول الفكرة مش بتتكلم مع مين الفكرة ان انا خايف اتكلم اصلا خايف اتكلم غلط لأ انت لازم تتكلم غلط عشان تعرف تتكلم صح بعد كده لو ما تكلمتش غلط عمرك ما هتتكلم صح وعمرك ما هتتكلم فاخد الخطوة وابدأ اشتغل على نفسك خليني لكم اول قاعدة مهمة جدا وهي ان الجرامر مش مهم خالص وانت بتتكلم ازاي الكلام ده دليل على كلامي ده ان في ناس كتير اجانب بتتكلم انجليش بجرامر ساعات بيكون غلط الجرامر هو بيساعدك ان انت تبني جملة تكون جملة تمام تمام فالباسيكس الحاجات اللي هي البسيطة خالص دي انت كده كده هتبقى عندك ان شاء الله وانا شرحتها وليسا هكمل فيها هي حاجات بسيطة جدا انت تتكون منها الجملة ومجرد ان انت بتتكلم عليها خلاص دي بقت في دماغك واكبر مثال على ده اصلا احنا شخصنا احنا في العربي احنا بنتكلمش بنحو صح وحنا بنتكلم اصلا عربي يعني ده صباح الفرل خالص احنا بنتكلم لغة تالتة اصلا يعني مش عربي خالص مش معنى كلامي ان انا بقولك مش بتكلم عن الحكمة بتكلم عن الناس اللي هي ببقى مع الحسنة والجمال الناس دي بتتكلم انجليش حلو جدا وعلى فكرة الناس كتير قوي منهم متعرفش ولا تقرأ ولا تكتب انجليش بس هم بيتكلموا يا صديقي ايه حاجة واحدة بس بيمارسوا الكلام ده هم من صغروم هم بيتكلموا مع الناس اللي بتيجي الاهرامات بالانجليش وبيتطوروا مش انجليش بس لغات كتير جدا بيتكلموا كزا لغة بجد وهم بيتكلموا كويس وبيعرفوا يهزروا ويعملوا مش مجرد في اطار شغلهم ويدفع كزا ومقابل كزا لا بيتكلموا ويهزروا بره الحياة دي طب تعالوا نشوف اللي يخليك تطور من نفسك في التحدث في حاجة وهي مهمة جدا اللي هي الفريزز اللي هي العبارات دي بتساعدك جدا 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 ان انت تتكلم بطريقة احسن ليه عشان هي مش كلمات متقطعة هي عبارة على بعض وبتستخدمها في اوقات كتير جدا ويمكن دي بتستخدمها اكتر من كلمات هحط لكم لينكات تساعدكم ازاي تجلبوا فريزز وده هيكون في الديسكريبشن تحت يعني في وصف الفيديو طيب نيجي الاهم سؤال اتكلم مع مين وده حجة ناس كتيرة اوي ان هي متتعلمش ولا تطور من نفسها في اول واهم شخص هتتكلم معاه هو نفسك ايوه انت هتتكلم مع نفسك في البيت او في الشارع او في اي حتة وانا على فكرة كنت بعمل كده والله وكان ممكن الله اعلم كده الناس بتقول علي مجنون ولا حاجة بس انا كنت ساعد بماشي في الشارع وبعمل كونفرزيشن كاملة بيني وبالنفسي بالانجليش وبسلي وقت يعني كنت بان سأمروح من حتة مش شغل رايح مش عارف فين اقعد كده مع نفسي وده تطور معاه كتير جدا 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 فانت لازم تبدأ تتكلم مع نفسك الحاجة التانية هي صحابك على فكرة انا وصحابي حرفيا يا جدعان كنا بنقعد على القهوة البلد بتاعتنا دي ونتكلم انجليش وده اللي طور مننا كلنا والحمد الله كلنا دلوقتي يعني بنسبة تسعين في المائة حلوين في الانجليش وكل اللي كان بيقعدوا يتكلم ده طور من نفسه كتير والقهوة كانت سبب في ان احنا كلنا نشتغل في حاجات لها علاقة بالانجليش وده طور مننا كتير جدا ابدأوا تكلموا سوا وصححوا البعض احنا كنا بنعمل كده واللي كان فينا اعلم التاني كان بيصحح للتانيين ولو واحد عارف معلومة مش بيبخل بها عن التاني وكانت احلى حاجة بجد في حاجات تانية اسمها conversation club دي بتتعمل ممكن تلاقوها بقى الله انا دلوقتي بيعملوها مثلا على برنامج زوم او على الفيسبوك مثلا ممكن تشوفوا كده لو في حد بيعملها لسه وانا هشوف لو لقيت حد بيعملها هحطو لكم لنقوهم في الديسكريبشن عشان ممكن تشوفوها وده هيتطور معاكم او ممكن انت برضو تعمل conversation club مع نفسك ومع صحابك ومع صحاب صحابك وده هتبقى حاجة كويسة جدا ثالث حاجة بقى لو انت معرفتش توصل لحد او حتى لو حابب تتكلم معايا انا على social media زي ما قلت لكم كزا مرة خش تكلمني على الفيسبوك على الانستجرام اعمل record وبعتولي وانا هنرد عليك في record برضو ونتكلم سوا ولو في حاجة غلطة اصححها لك طيب نيجي بقى للطريقة المضحكة جدا نقول لي ايه انا نفسي وكتش بحب اعملها بس اما عملتها فرقة معايا والله هاي هي ان انت تعمل recordات تعمل recordات وتبعتها واي كاواد اسمع ال recordات دي اي نعم انا انا اكتر واحد ما بحبش يسمع صوته يا جدعان والله في record بس اعمله كده فكرة record ان انت تمسك الموبايل كده وتقرب من المايك وتتكلم بقى ارتجل بقى انت طلع لجواك بقى كده بالانجلش فاهم؟ و بعد كده ابقى شوف انت غلطت في ايه ومغلطتش في ايه ومع record في الثاني في الثالث لاتلاقي نفسك بدلا ما كنت بتقول اه كتير بقيت تقللها بقيت دماغك بتجيب حاجات انت كنت قلتها وبسبب تكرارك ليها بقيت تقولها اسرع كده يعني ال record ده مهم جدا 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 في طريقة بقى فعالة جدا برضو وكل الناس تعريبا بتعملها ان انت تتفرج على conversation وتسمعها على اليوتيوب مثلا ودي على حسب مستوىك يعني انت لو مستوىك لسه ضعيف ده بيكون اشطى بتتفرج على conversation دي بتقعد تشوفها ده بيقول ايه وده بيقول ايه وتسمعها كويس وكده واهم حاجة ان انت تكرر وراهم مش ان ان انت تسمع بس عشان انت لو سمعت بس ماشي ده هيتطور معاك بس مش هتتكلم فانت استيل ما عملتش حاجة فانت لازم تكرر وراهم تعمل pause للفيديو وقف كده كرر اللي تقال كمله تاني يعني انت ومس ان انت على اليوتيوب هتكتب conversation for beginners هتلاقي الفيديو كتيرة جدا وانا برضو هحطت لكم play list كده هتلكم اللينك بتاع التشانل على اليوتيوب فيها conversations كتيرة جدا 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 طيب لو انت مستواك اعلى شوية من الconversation عشان في الconversation نوعا ما بيتكلموا بهدوء كده والكلام بيبقى واضح ويسيبوا مسافات وما بيتكلموا فانت لو اعلى من كده انت تحتاج تتفرج على افلام ومسلسلات بالانجلش بالsubtitles english يعني يكون مكتوب كل اللي بيتقال فوق مكتوب بالانجلش تحت كده مكان الترجمة العربي مش هبق فيه ترجمة عربي وتبدأ تسمع وعينك تلقط وبعد توقف وتكرر وراهم ودي اهم نقطة ان انت تكرر وراهم بالاكسنت الصح لان دي ناس native يعني دي لغتهم الام تعالوا كده اواركم مثال عن الconversation اللي انا بقولوكم معاناها دي هجيبلكم كده حتة صغيرة من اليوتيوب و اواركوا تعملوها ازاي hello hello طيب عندنا في اول الconversation هو دخل رحبوا ببعض hello اللي هو مرحبا مرحبا عشان اول مرة يشوفوا بعض واستخدموها فورمل جدا عشان هما اول مرة يشوفوا بعض فقال hello ما قالش hi how are you i'm fine thank you and you i'm fine thank you طيب زي ما شفتو كده بعدها على طول رح قالها how are you رضاها كان فورمل جدا برضو وقالت له i'm fine thank you and you يعني انا كويسة شكرا جدا انت يغبر and you دي هي على طول سألته فهموا وامتك رح هو رح قالها على طول i'm fine thank you where are you from i come from england برضو رح هو سألتاني قالها where are you from where are you from يعني انت منين اما ردت قالت له i come from england ده معناها انا جاية من انجلترا you come from england وبعد كده بقى المعلم رح داخل داخلة غبية جدا انه يخو الشاعة مع بنت قالها do you like manchester united manchester united ايه بس يا معلم يعني داخل تكلم بنت اول مرة تشوفها تقولها على طول فهم بتحبي manchester united يعني ده فريق كورة فها رح ردت قالت له no i don't like football do you like manchester united um i don't like football طب حد خد بالو من حاجة هي قالت له football بس انا قبل كده قلت لكم انها اسمع soccer مش football عشان احنا بنتكلم اوه هي قالت له football عشان هي قالت له i come from england انا جاية من انجلتورا و اتفقنا ان في انجلتورا اسمها football في الاستيتس اسمها soccer مش football you don't like football i see بس طبعا بقى هو بدل ما يصلح اللي هو العاك اللي هو عمل حالها oh you don't like football i see لأ يعني يعني انت زعلان كمان ان هي مش عاجبة ولا مش بتتفرج على كورة بس فهي طبعا الconversation دي بتتكمل كده وفي حاجات تانية كتيرة اه زي ما قلتلكم متخفوش اسيبلكم اللينك تحت عشان انتو شوفوها وتوقفوا شوفت انا بوقفلكم وبكرر الكلام انتو لازم تعملوا كده عشان تطوروا لازم تفتحوا يا جدعان بقوكم تتكلموا خدوا الخطوة دي ابدأوها دلوقتي خدوا الخطوة بس كده الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منه ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب يعني وتفعلوا الجرز عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اعمل لايك لو الفيديو عاجبك وحطوا كومنت تحت لو عندك اي استفسار وشير عشان غيرك يستفيد سلام